اليوم إن شاء الله رحي نحل صفحة 53 حل صفحة 53 مع بعض نجيب الكتاب إن شاء الله ونبدأ بالحل إحنا رحي لسه بنكمل عن السلسلة الغذائية والسلسلة الغذائية المقصود فيها اللي هو انتقال الطاقة الغذائية من كائن حي إلى آخر انتقال الطاقة الغذائية من كائن حي إلى آخر نعرف إنه الكائنات الحية بتحتاج الطاقة من أجل إنها تستمر في الحياة من أجل استمرار الحياة طبعاً لو إجينا للصورة الموجودة في صفحة 53 في عنا بالأول اللي هي عنا صورة نباتات بعدين بيجي عنا صورة الجندوم مكتوب عنده تحتها مستهلك أول بعدين بيجي عنا فرس النبي وبعدين بيجي عنا العصفور شوف الأسئلة المطروحة في الكتاب هنا السؤال الأول أتأمل السلسلة الغذائية السابقة وأجيب واحد تبدأ السلسلة الغذائية دائما بي دائما السلسلة الغذائية دائما تبدأ بالمنتجات النباتات أو المنتجات أو الطحال تبدأ بالنباتات أو المنتجات رقم اثنين نطلق على الحيوان الذي يتغذى على النبات في السلسلة الغذائية المستهلك الأول الجندب يتغذى على النباتات فيسمى مستهلكان أول نطلق على الكائن الحيا الذي يتغذى على المستهلك الأول في السلسلة الغذائية المستهلك الثاني يعني بمعنى أنه عندنا هذا الفرس النبي منسميه مستهلك نكتب تحتيه مستهلك رقم 2 مستهلك ثاني لأنه يستهلك الأول أربعة اقترح مستهلكاً رابعاً وأتتبع انتقال الطاقة الغذائية في السلسلة السابقة وفق المخطط الآتي في المربع الأول بنحط المنتج اللي هو النبات بعدين بنحط عندنا الصورة الثانية اللي هو الجندب اللي هو مستهلك الأول بنحط الثالث اللي هو نفس اللي فوق فرس النبي المستهلك الثاني بعدين بنحط العصفور اللي هو مستهلك ثالث طبعاً طالبيني اقترح مستهلك رابع أنا حطت لكم الأفعة مستهلك رابع فبتكون السلسلة الغذائية تنتقل الطاقة من النباتات إلى الجندب والجندب الطاقة الموجودة فيها الغذاء ينتقل إلى فرس النبي وفرس النبي يتغذى عليه العصفور والعصفور يتغذى عليه الأفعى فبكون عندنا هنا أربع مستهلكات في السؤال الأخي الطالب أكون مجموعة السلسلة الغذائية في بيئتي طبعا كونت لكم سلسلتين غذائيتين ممكن تكون سلسل غذائية أخرى لك الخيار لكن أنا عند بالنسبة إليها يحطت لكم الجزر الغذاء بتغذى عليه الأرنب والأرنب بتتغذى عليه الأفعى الأفعى بتغذى عليها النسر طبعا هذه السلسلة الغذائية تنتقل الطاقة الغذائية من الجزر إلى النبات إلى الأرنب ومن الأرنب إلى الأفعى ومن الأفعى إلى النسر فيه كمان سلسلة غذائية ممكن نكونها في أنه عشب العشب بتغذى عليه الخروف والخروف بتغذى عليه الإنسان فالإنسان مستهلك ثاني الخروف مستهلك أول والعشب منتج الجزر منتج الأرنب مستهلك أول الأفعى مستهلك ثاني والنسر مستهلك ثالث بتمنى أن ترحل هذه الصفحة على الكتاب وتبعتونيها على نورس بيس إن شاء الله للتصحيح بيعطيكم العافية